موسيقى هذا الموقف يعني واضح جدا خاصة اذا بيكون المعتدي الصحيوني الجيش الصحيوني ولذلك ايران عندما اعلن رسميا عن هذا الاتفاق الموقف الرسمي الايراني اتجاه امارات كان موقف صارم جدا بانه اي اعتداء اسرائيلي على ايران احد انضحيها بيكون الامارات هذا لا شك فيه ايران يرد على اسرائيل مباشرة لانه عندنا صواريخ شحاب ثلاثة وغيرها ولكن بنفس الوقت ايران ستستهدف كل ما يوجد بالامارات من الموانع من المحطات النفطية وغير نفطية واي شيء موجود وسيرجع الامارات الى قبل 60 سنة عندما لم يكن اي اثر من الحضارة هناك هناك تواجد للجمهورية الاسلامية من خلال قوات فيلق القدس في العديد من البلدان بلدان المنطقة من رأيك ما هي غاية ايران من هذا التواجد تواجد فيلق القدس في بعض البلدان وليس عديد من البلدان العربية كلها بطلب شرعي من هكومة الشرعي لهذا البلدان نحن عندنا تواجد في السورية بطلب من هكومة السورية الشرعية عندنا تواجد في بلدان اخرى في بلد عربي وحيد فيها تواجد فيلق القدس وهذا هو الفلسطين لان فلسطين محتل ونحن لا نستعدن من الصحاينة لتواجد هناك هذا هو ونفتخر بهذا لان نحن ندعم شعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في بلد محتل تحت احتلال الصحيوني ولكن في باقية البلدان اينما يوجد تواجد فيلق القدس هو تواجد قانوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر